متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي تكونوا بخير وبصحة وبسلامة جينيس بارك قامت بالإعلان عن أداة جديدة تم إطلاقها داخل جينيس بارك كي آي وهي جينيس بارك كي آي ديفولوبر وهي نسخة متورة من فكرة كلود كود لكن المرة دي مش للمطورين ولكن هذه الأداة مناسبة للجميع هي أداة الذكاء الاصطناعي بتعتمد على نفس معمرية كلود كود لكنها بتدعم مجموعة كبيرة جدا من أقوى نمازج المبرمجة بالذكاء الاصطناعي وبتشتغل مباشرة من المتصفح أو التطبيق عشان تديك نتائج احترافية بدون أي خبرة في كتابة الأكوات النهاردة هنجرب مع بعض هذه الأداة ونشوفها في بعض الاستخدامات الخاصة بالتطبيقات الشخصية كده ونشوف ممكن نعمل بيها إيه؟ يلا بينا لو دخلت على جينسبارك.ai هتلاقي الاي اي ديفولوبر موجود ومكتوب عليه نيو لو دست عليه كاي اي ديفولوبر طول هتلاقي فيه كذا ستارتينج بوينت عندك ثلاثة عندك السيمبل ويب سايد أو ويب آب لو أنت عايز تعمل كويك بروتوتيب لاندينج بيج سمول أبليكيشن تطبيق بسيط صغير بلت إن داتا بيز سابورت بيدعم الداتا بيز ولكن بتكون بلت إن ممكن تستخدم هذا الستارت بوينت أما بالنسبة ليه الفول ستاك ويب سايد اللي فيه داتا بيز في أكاونت مانجمنت احتاج باك اند في الحالة دي ممكن تستخدم الفول ستاك ويب سايد أو أب ممكن كمان تختار الستارتينج بوينت بتاعتك تكون إجزيستنج جيت هاب بروجيكت بروجيكت موجودة على جيت هاب ريبو على جيت هاب انت عايز تعمل بيكن worked هنا على جيونيز باركي آي وتعمل edit لهذا الكود وتبتدي ان انت تcreate pull request ممكن من خلال الستارتينج بوينت اللي هي إجزيستنج جيت هاب بروجيكت أنا هاختار أعمل سيمبل ويب سايد أورباب بروجيكت واقوله start building وابتدي هنا أحط الوصف بتاع الأبليكيشن عايزة أعمل تطبيق بيعرض الكلمات بالصور والصوت مع ألعاب تعليمية لاختبار حفظ الطفل للكلمات فبالتالي لو أنت عايز تعمل أبليكيشن من غير خلفية برمجية كإنديوزر عادي غير متخصص في البرمجة بتقدر تستخدم الستارتنج بوينت دي وبتبتدي تختار ما بين نمازج قوية جدا في إنتاج الأبليكيشن زي بلوت صونيت فور وبيقول لك كل واحد ممكن تستخدمه في إيه أولا ده إيفيشن لو أنت بتدور على لو أنت عايز تعمل موزنة ما بين السرعة وما بين الجودة بتاعة الكود والإنتليجنس هو ذاكي طبعا في عندك لود أوباس 4.1 وهو باورفول مست باورفول أكتر ولكنه إكسبنسيف غالي وبالتالي هياخد من النقط بتاعتك سواء كنت في الخطة المجانية أو المدفوعة فور كومبليكس تاسكس بالنسبة لجي بي تي فايف بيكون شيبر يعني أرخص وقوي من شركة أوبيني آي وعندك كيمي كي 2 بلاس جروك اللي اتنين مع بعض كده بيستخدموا كميكسشر فاستس أسرع وأرخص وبيدوك جود كواليسي أو جودة في الكود أنا هاختار كلود صونت 4 وتعالى ندوس انتر ونشوف النتيجة هنا حيبتدي إنه هو ينشئ التطبيق التفاعلي زي ما انتم شايفين أنا بس حبيت إن أوفر عليكم الوقت اللي هياخده وده كانت النتيجة النهائية هنا فيه تابس بقى مختلفة فيه عندك البريفيو وعندك الفايل إكسبلور الفايلات الملفات لو انت عايز تحملها وعندك الديتابيز لو فيه بلت إن داتابيز وفيه بابليش لو انت عايز تعمل بابليش للويبسايد وعايزك بقى تركز معي في الجزء الخاص بالبابليش انت عندك هنا 2 options أول واحد إن انت ممكن تنشر الموقع اللي انت عملته ده من خلال جينيس باركي اي بتعمل أو بتدوس على بابليش ويبسايد وتبتدي إن انت تعمله بابليش وفي الحالة دي هو يعني مناسب جداً لو انت حابب إن انت تنشر الموقع عبر سيرفرات جينيس بارك وأيضاً مناسب للتجربة السريعة أو مشاركة المشروع مع الأصدقاء بشكل عام ولكن هنا مش هتستخدم الدومين الخاص بيك انت حترفعه على الدومين الخاص بيه جينيس باركي اي اي مش هتحصل على مزايا زي السرعة والحماية ده بالنسبة لي نشره من خلال جينيس باركي اي طب نشره بقى من خلال الكلاود فلير نشره من خلال الكلاود فلير في الحالة دي انت بتدخل في قسم البابليشت وكلاود فلير custom domain بس انت لازم يكون عندك برضو الدومين بتاعك الدومين الخاص بيك لو أنت عندك الدومين الخاص بيك ممكن تربط مشروعك مع الكلود فلير وتستخدم الـ API Key وهنا بيقدم لك سرعة أكبر وأيضاً فيه كمان إدارة متقدمة زي استخدام خواعد البيانات وأيضاً مناسب لما يكون الموقع فعلاً جاهز للزوار مش بتستخدموا مثلاً عشان تشاركوا مع الأصدقاء بشكل سريع وتجربوا فقط لغير ولكن خلينا واضحين كلاود فلير مش بيديك دومين مجاني لازم تكون عندك الدومين بتاعك أو مسجل شركة يعني عطيك الدومين بعد ما بتشتري الدومين تقدر تربطه بقى بالكلاود فلير اللي هو حيكون استضافة عشان تقدر تدير إعداداته اللي هو DNS والSSL وكلاود فلير مش استضافة تقليدية زي اللي بنشوفها على هستينجر أو بنشوفها على هستجيتور لكن بيقدم لك خدمة اسمها الكلاود فلير ووركرز بتسمح لك أن انت ترفع وتشغل الموقع بتاعك أو تطبيقك مباشرة من شبكة الكلاود فلير من غير سيرفر خاص بك وهو هنا بيديك الطريقة إزاي تعمل الموضوع ده في هذه الخطوات الموجودة تحت الكاستم تخش وتسجل وتعمل أكاونت وهكذا بيقولك الطريقة أو بتمشي معاه خطوة بخطوة لو بتعمل حاجة بسيطة أو تطبيق ويب بسيط يعني الحالة دي بتعمل ناشع على جينيس فاركي آي بس تلاحظ أن انت برضو زي ما قلت لك بتعمل تطبيق بسيط يعني زي اللي احنا عمنا دلوقتي مع بعض يعني تطبيق بتعمله ليه البرسونال يوز الاستخدام العادي البسيط زي ما احنا شايفين كده دلوقتي حنشوف بشكل عملي الموقع اللي طالع لنا أولا خلص عندك بقى تيتوريال التيتوريال بيشرح لك بقى الجزء المتعلق بجينيس فاركي آي ديفولوبر تيتوريال وبيفهمك يعني زي تستخدمه هنرجع مرة تانية على البريفيو تطبيق تعليم الكلمات المستوى الأول النقطة صفر يعني هنا تعلم الكلمات اختبار الذكاء لعبة المطبقة تعلم الكلمات الجديدة عندك الكل حيوانات فواكه ألوان واصلات هنا بتقدر ان انت او الطفل بقى يسمع الكلمة استمعت احسنت خلاص تعلمت لقد تعلمت كلمة جديدة وهنا بقى الطبيعة والألوان والفواكه زي ما احنا شايفين بالنسبة لي اختبار الذكاء ما هزي الكلمة هو قصده ما هزي الصورة يعني انت مسلا بتقول زهرة فمتابعة سؤال جديد خش على سؤال جديد في المتابعة سؤال جديد وهكذا في لعبة المطبقة بتربط كل كلمة بالصورة بتاعتها وهنا بيبنى عندك النقطة اللي حصلت عليها وانت ما زلت في المستوى الأول نرجع نقول publish تقدر تعمل publish للويبسايد بتاعك منطع البساطة تعمل له publish وهتاخد اللي ده تشاركه مع الأصدقاء وهنا استضافة موجودة على وده شكل الموقع التعليمي بتاعك للأطفال ممكن يبقى حاجة حلوة قوي يعني لطفل ان هو يتعلم وهنا الاستماع بيكون باللغة العربية عشان عندها تطبيق اللغة العربية وبيبان هنا كاتبه الترجمة باللغة الانجليزية اللي عايز يعرفوا ايضا باللغة الانجليزية ولكن الاستماع هنا هيكون باللغة العربية وليس باللغة الانجليزية ده بشكل سريع استخدام جينسبارك اي اي ديفولوبر للبرسنال يوز العادي زي ما قلتلك لو انت فولستاك ديفولوبر هتقدر تستفيد جدا انت تعمل تطبيقات فيها كمان داتابيز وايضا لو كان عندك ريبو على جيت هب بتقدر ان انت تربط جينسبارك بجيت هب وتديله الاثريزيشن وتبتدي ان انت تعمل ادت على الكود وتستمر عالم الذكاء الاصطناعي في التطوير كل يوم الكثير من الشركات يعني بتطلع ادوات جديدة وبتتنافس ودائما اقولك المنافسة دي بتكون في مصلحة المستخدم خصوصا كمان لو في خطة مجنازة الموجودة في جينسبارك اي اي ايه العيب بقى؟ العيب اللي انا لاحظته في استخدام الاي اي ديفولوبر قمت بعمل يعني تطبيق كده جربته بالفولستاك كنت عايزة اشوفه استهلاكه للنقط استهلاكه للنقط كبير جدا ده العيب اللي انا شايفي يعني انت بيبقى لك في الخطة المدفوعة عشر تلاف نقطة فالعشر تلاف نقطة دي عشان تعمل فولستاك يعني في الحالة دي انت محتاج ان انت تستهلك حوالي الفين الفين وشوية نقطة وده كتير جدا يعني من وجهة نظري الا لو انت بقى شغال على موقع كبير وفيه داتا بيس كبيرة الموضوع في الحالة دي ممكن يكون بالنسبة لك ورث او 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 مثمر او مفيد ولكن زي ما قلتلك يعني هو استهلاكه للنقط كبير مش عشان كمان انتاج الابليكيشن لأ علشان في بعض الاحيان ما بيشتغلش تحصل مشكلة معاك فبتسأله فبيجاوب عليك كل ده بيستهلك من النقط بتاعتك يعني دي الملحوظة معرفش هل تتطفق معايا لو بتستخدم جينسبارك بشكل عام او مانوس كمان والله فيه برضو حيطة استهلاك النقط الكبيرة دي ولكن دي مشكلة وكلاء الذكاء الاسطناعي بشكل عام يعني استهلاكهم للنقط لان انت اي حاجة عايز تعمل لها ايدت او اي حاجة انت شايف انها مش مظلوطة كل ده بيستهلك من النقط بتاعتك اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة على قناة انفو تكفيديو بحاول اقدم لكم كل جديد مفيد فاريت ما تبخلوش علينا باللايك وشيروا الكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رأيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة